عزومة عدنان لشاكر وفريدة في بيته وصدمة قوية جدا لعيلة عدنان بعد رؤيتهم لفريدة تعالوا نشوف أحداث حلقات مسلسلحية أو تقريبا حلق 64 و 65 من المسلسل تعالوا نشوف ايه اللي حيحصل بعدما جمال رفض الصفقة سهيل بيلف من وراء جمال وبيقول لعدنان ان الصفقة دي ما تستبش ابدا وان الصفقة دي حدر عليهم مبلغ كبير جدا من الربح خاصة ان هم دلوقتي في مرحلة الافلاس فبيوافق عدنان وبتم صفقة من وراء جمال وسهيل بيبقى مبسوط جدا هو شاكر لانهم خلاص تمموا الصفقة رغم ان فريدة كانت قال انا من موضوع ان جمال رفضها وقالت ان خلاص اللعمة بتاعتنا يعني بازت لكن سهيل اصر وقال لها انا حارف ازاي اخليهم يوافق على صفقة دي وبيفرحها بالخبر وبيقولها خلاص هتبدأت دومي في الشركة وحتيبقي سيدة اعمال وحتيبقي المساعدة الخاصة بتاعت شاكر وحددخلي الشركة بمنطقة السقة غصبة عنهم كلهم لان هم لو مرضوش بيكي يبقى يفسخوا العقد وفسخ العقد محتاج شرط جزائي كبير جدا هم مش معهم المبلغ ده فسهيل كان مدبر كل حاجة وبالتالي بيروح فعلا شاكر وبيتمم الصفقة مع عدنان ويه سهيل بيقول لي فريدة تستعد لان شاكر مفروض ان هو هيروح يتعزم عند عدنان في البيت ويحتفلوا بالصفقة الجديدة اللي هما دخلين فيها وبالفعل بيروح شاكر وفي ايده فريدة وطبعا كانت لبسة كويس جدا وعمل شعرها وكانت فعلا يعني مزبطة نفسها بس قبل كده وفق ومديحة كانوا بتكلموا عن جمال وصمر وبيشوفوا بالصدفة فريدة خارجة من احد الصالونات بتاعت التجميل وبتركب فاربيت واحد الواحد ده كان شاكر بس هما طبعا ما يعرفوهوش لكن قالوا زمنها مشي مع واحد او ده حبيبها طبعا هما فاهمين ان هي وحشة جدا لكن المفاجأة كانت قوية لما عدنان يقول لي ما دي حتحضر العشاء علشان خاطر عزمين شاكر جاي النهاردة طبعا بتبقى محتاسة وبتكلم وفاء وسعاد علشان يجي يساعدوها وعدنان بيفتح الباب بكل سكة علشان يستقبل شاكر لكن بيلاقوا ده مفريدة بيتصدموا بقول لها ايه اللي جابك هنا امشي يلا ساعتها بيجي على طول شاكر من وارا فريدة وبيسلم عليه عدنان وبيرحب به وبيتفاجئ عدنان ان دي مساعدة شاكر بتبقى صدمة قوية جدا بتدخل فريدة وبتقعد بمنتهى السكر والكل مصدوم او المشاف فريدة دخله في يد شاكر على اساس ان هي المساعدة او السكرتيرا بتاعته عدنان بيثور جدا وبيروح القضاء وبينفجر هناك وبيقول ازاي واحدة زي دي تدخل وتبقى معايا في الشركة ساعتها مديحة ووفاء كانوا هم الكمان مصدومين ووفاء بتروحوا بتنادي فريدة بتقولها تعالي عم يحتاجاك في حاجة في المطبخ يعني ساعديني شوية وبتاخدها وبتدخلها عند عدنان عدنان بيثور عليها وبيقولها ايه اللي جابك هنا عايزة ايه بالضبط ايه اللي خالك تشتغلي اردت له ده شغلي ومش هسيبه ابدا لكن كمصر ان هي تمشي من الشغل ده وان هو مش قبل وجودها في الشركة عنده لكن كان ردها ان انتو لو مش محتاجيني فعلا ممكن تفسخوا العقد او تتصرفوا لكن ده شغلي وانا مش هسيبه ويعرفة كويس جدا ان هو عمره وحيفسخ العقد ده لانه هيدفع شرط جزائي جميل جدا كان ثاير جدا هدتها اهنها قال لها انت بجي بتفهمي حاجة خروجي على برة قالت له مش خارجة وانا قاعدة هنا مع شاكر وكانت قوية جدا واصرت تعود واتكمل الشغل رغم الاهانات اللي اخدتها من عدنان وقالته جمال لما بيجي مش بيتفاجئ خالص بفريدة لكنه تفاجئ ان ابو وافق على صفقة دي وطبعا كانت كل نظراته لها وصمر لما بتيجي وبتكتشف ان فريدة موجودة بتتدايق جدا وبتكون غيرانا ان فريدة دخلت حياتهم مرة تانية وسهيل كان مبسوط جدا طبعا في صمر لان هو لدخل فريدة تاني لحياتها علشان يقدرها وعشان يفهمها اننا لسه موجود اهو وبنطقن ورغم دخول فريدة على الشركة ومقابلتها لجمال كل يوم الا ان صمر كانت من دايقة جدا منها خصوصا ان جمال خلى مكتب فريدة في قوضة صمر يعني كل ما تشوفها هتكون متغازة ومن دايقة جدا وتبدأ فريدة تشتغل في الشركة رغم تهديدات عدنان لها وبيوفق ان هي تشتغل بشكل اجباري غصبة عنهم ما يقدرواش يقولوا اي حاجة وبتدخل الشركة وبتبدأ تشتغل وفي اول يوم لها في الشغل بتتحبس في الأسانسير مع جمال وسهيل بيتصرف وبيغيص صمر ان هما الاثنين مع بعض في الأسانسير المفاجئات لسه قوية والأحداث كتيرة واشوفكم في فيديو تاني وأحداث جديدة من مسلسة الحيرة وكمان تابعوا تشريبات الحلقات قبل عرضها على التلفزيون احبكم كل شي هواية شوفكم على خير واي فال